ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفق الشرجبي مع فريق البرامج السعودي لتنمية وعمار اليمن برئاسة مدير المشاريع ودراسات بالبرامج المهندس حسن العطاس التدخلات لمواجهة التحديات المائية والبيئية في اليمن ومحفظة البرامج في مجال المياه والصرف الصحي ومشاريع البنى التحتية المرتبطة بقضاء المياه والبيئة وجرى خلال الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المريء استعراض مستوى تنفيذ مشاريع البرامج لمواجهة التحديات المائية والبيئية في محافظة عدن في محافظات عدن وسقطرة والمهرة والجوف ومأرب وأهمية إنجازها للإسلام في معالجة أثار الحرب على القطاعات الخدمية في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد تقتضي تدخلات عاجلة لمعالجة أثار الحرب وتدعيات النزوح الداخلي المستمر بالإضافة إلى سبل التعاون المشترك في إعداد خطة التحول للتنمية المائية وتحديد أولويات التدخلات العاجلة في مجالات المياه والصرف الصحي لسد احتياجات مختلف المحافظات الجمهورية وأكد الوزير الشرجبي على همية السيناف مشاريع الصندوق السعودي للتنمية المتوقفة منذ انقلاب الميليشيا الحوثية وضرورة عادة جدولتها من خلال البرامج لما يمثله ذلك من تحسن في قدرة الدولة على القيام بواجباتها وتحسين الخدمات والانطلاق نحو استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وعبر الشرجبي عن تقدير الحكومة اليمنية للأشقاء في المملكة العربية السعودية على وقوفهم الدائم إلى جانب اليمن وشعبها وتقديم الدعم والمساندة في كل الظروف وعلى مختلف المجالات والاستجابة الدائمة للاحتياجات الخدمية والإنسانية انطلاقا من خصوصية وتاريخية العلاقات المشاركة وروابط الإخاء والجوار والمصير المشترك بدوره جدد مدير المشاريع والدراسات بالبرامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن التزام المملكة بمواصلة الدعم التنموي في اليمن من خلال مشاريع وأنشطة البرامج تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وبمتابعة حثيثة من المشرف العام على البرامج السفير محمد آل جابر